رجل احتلم في الليل وهو في البر وعنده من الماء خمسين لتر تقريبا وهو قادر على الحصول على ماء من غيره وصلى يومين فلما ذهب إلى أهله اغتسل هل عليه شيء وهل الأعمال التي بعد أو قبل الغسل صحيحة إذا كان الماء قريبا منه وتيمم هذا غير صحيح إذا كان قريبا منه الماء فإنه يجب عليها أن يذهب إليه ولهذا يقول الفقه يجب عليه طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله إذا كان قريبا منه الماء فلا يجز له التيمم لأنه واجد للماء الله جل وعلا يقول فلم تجد ماء أنه هذا واجد للماء قريب منه أما إذا كان الماء بعيدا عنه فهذا لهو يتيمم وصلاته صحيحة لأنه غير واجد للماء وهو بعيد عنه نعم ترجمة نانسي قنقر